اشتركوا في القناة ومنظومات السياحة التونسية المختلفة ياسمين الحمامات ونابل وجربا جريس وجهة سياحية أظهر تطورا في مؤشراتها منذ بداية السنة وحتى العاشر من أوت قد أكدت وزارة السياحة أن بوادر استمرارها المسجلة ستتيح العودة إلى ما بين 50 و60% من مؤشرات سنة 19 و2000 وقد استقبلت المنطقة السياحية ياسمين الحمامات خلال هذه السنة 342 ألف سائح ما يترجم تطورا نهز 84% على مستوى عدد الوافدين كما بلغ عدد الليالي المقاضات أكثر من مليون وست وثمانين ألف ليلة عدد قابل للارتفاع بعد الموصف الصيفي بالاعتماد على الحجوزات المتوقعة خصوصا بالنسبة إلى الأسواق الأوروبية وتحديدا الفرنسية وتواصل تدفق سياح الجزائريين كما شهدت المنطقة السياحية بمتوافد 410 ألف سائح مما شكل نقصا بـ 21% مقارنة بنفس الفترة من سنة 19 و2000 وتراجعا بنسبة 40% على مستوى الليالي المقاضات مقارنة بنفس الفترة من سنة ذاتها يأتي ذلك وسط تسجيل جزيرة جربا وجارتها جرجيس حتى موفى جويليا توفد نحو 510 ألف سائح مما شكل زيادة بـ 22.5% مقارنة بعدد الوافدين قبل جائحة كورونا فيما بلغ عدد الليالي المقاضات مليونين ونصف مليون ليلة أي بنقص بنحو 36% مقارنة بذات الفترة من سنة 19 و2000 رغم تضاع في عدد الليالي مقارنة بالموسم الفارط وقد زار تونس إلى حدود منتصف جويليا المقاضي مليونان و 626 ألف سائح بزيادة بنسبة 113% بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 21 و2000 وتراجعا بنسبة 42% مقارنة بسنة 19 و2000 أي قبل أزمة كورونا العولة أو عمليات إعداد زاد العائلة من الأساسيات الغذائية المعدة بالبيت واحدة من أعرق عادات البيوت التونسية تحافظ عليها ربات البيوت حتى ماض قريب كان فيه إعدادها الحادث الرئيس بكل بيت تونسي خلال الصائفة تتحول معه المنازل إلى خلايا نحل كما هو شأن البيوت ببهجة عاصمة الحبوب التونسية الواقعة شمال غرب البلاد إعداد العولة خلال فصل الصيف هي من العادات العريقة للعائلات بجهة الشمال الغربي على غرار مدينة تستور بولاية باجة والعولة هي طريقة إعداد وتخزين تقليدية لمأكلات ومكونات غذائية وتوابل وبهارات بهدف المحافظة عليها لأتول فترة ممكنة وإخراجها كل مقتضة الحاجة في كل فصل من فصول السنة لازم منها هذه كم نجموش كم يقولوا فيها لازم منها لازم تعبوا تركنا كم يقولوا فيها من كل شيء حمصة الكوسكسين واصر حليلم فلفل مشرحة فلفل انقول نيك الزدال الهروس تمتم مشرحة كل شيء نعملو في الدار الفيح زيدا نتعى الدار كتابل وكروية ونحطو فيه شوشي الورد ونحطو فيه ثوم بودر ونحطو فيه كل شيء يعني القرفة وكلنا نحفوحه بالجدي بالجدي حسيل كل شيء يتريقل وبعد يتفوح يتعملو زيتو وتعملو كل شيء ويتعبى ويتخبى لاخر كيف كيف شيء يتخبى باش كي وقتشته تقديم دارك مليانة اعداد الكوسكسي والمحمص والمواصر والحلالم الى جانب البسيسة والبرغل وغيرها من المأكلات التقليدية تحتل المرتبة الاولى لدى السيدات بتسدور وهي كذلك تقليد جميل تحرس النسوع المحافظة عليه كجزء من الهوية الثقافية والحضارية للمدينة وتتوارثه النساء جيلا بعد جيل علمت من حماتي جيت انا في دار نعم للعول الكوسكسي والمحمص وكل شيء ثم حاجات اخرين برغل والحكاية هذه الاخرى تعلمت من حماتي وحفظته والحمد لانعملت وسيت تعلمت مرحلة اعداد العولة تتزامن كذلك مع حركية اقتصادية لدى اصحاب المطاحن لرحي جملة هذه المكونات الغذائية ذات المذاق والنكهة المميزة تحضير العولة بمختلف مكوناتها بجاهة تستور تقليد جميل يتداخل فيه الجانب الاقتصادي بالثقافي والاجتماعي لتتكامل الصورة بجوانبها المختلفة وتعيدنا شيئا فشيئا الى ماضي عريق لم يفارق مخيلتنا وحكاياتنا اليومية جاء في بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعي البلح انه بقرار رئاسي تم تعليق الاقتطاع من جريات المتقاعدين بعنوان المساهمات التي كانت محمولة على المشغل في اطار زيادة تسعة عشرة والفين بلغ الوزارة ذكر ان الاجراء مقترح من وزير الشؤون الاجتماعية جاء بقرار من رئيس الجمهورية ويتنزل ضمن المحافظة على قدرة الشراء لدى فئة هامة وكبيرة من المجتمع التونسي حملة توعية محورها القيادة الامنة لفائدة سواق الدرجات النارية نظمها المكتب الجهوي للوقاية من حوادث الطرقات بولاية مدنينة ركزت على القواعد الواجب اتباعها خلال قيادة الدرجات واهمية التزام ضوابة السير والمرور وارتداء وسائل الحماية المناسبة عديدة هي المظاهر والسلوكات المخلة بقواعد المرور التي يرتكبها عدد من أصحاب الدرجات النارية التي يتم استجلابها من الخارج والتي تسببت في الكثير من الأحيان في حوادث مرور قاتلة خاصة في الفترة الأخيرة بالمناطق السياحية ومنها معتمدية جرجيس ما جعل المكتب الجهوي للوقاية من حوادث الطرقات بولاية مدنينة يبرمج حملة نوعية للتوعية بمخاطر هذه الدرجات واستعمالاتها الخاطئة بعدما تبعنا أحصائيات شهر جويليا شهر الأول من العطلة الآمنة أنه شهدت ولاية مدنين تقريباً 41 حادث انتج عليهم 11 قتيل وأكثر من 54 جريح بما فيهم فما خمسة قتلة من أصحاب الدرجات النارية خصصنا الحملة هذه في مدينة جرجيس باعتبار أن المدينة هذه تشهد عدد كبير في ولاية مدنين من أنواع مختلفة من الدرجات النارية واغلبيتها بدون وثائق من غير تأمين حملة نوعية شهدها فضاء المنطقة السياحية بجرجيس دعا إلى تنظيمها المكتب المحلي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات لعديد الأطراف الفاعلة في المنطقة للتحسيس بضرورة لبس الخوضة من قبل سائقي هذه الدرجات من خلال جملة من الفقرات بينها عملية بيضاء لحادث المرورة تسببت فيه دراجة نرية وكانت ضحيته في نفس الوقت تعرف المطويات والنصائح المرورية وليت حاجة عادية خمامنا نقول بورك وابا معناتها نستعمل ومستعمل طريق كما تلاحظوا معنا اللي يركب على جمال لابسكاسك اللي يركب على حصان لابسكاسك اللي على السيارة لابسكاسك اللي على بسكليات لابسكاسك اللي على الساقية لابسكاسك اللي على الدرجة نارية مش لابسكاسك باش الناس تحسوا تعرف قيمة الكاسك طاحي مرة واحد برك من لحظة هاكي معناها تأثرت تراني كيفاش منط على خاطر كل شيء تأثر علي لقص درجة من وقت قل لي معايش أمي نرمي إيدي على موبيلات ولا بس با والله دنيا سخونة لمحالة لكن لازم الخوذة خاطر كل صيف تصير فاجعة في زرزيس بمثل هذه الحملات التوعوية النوعية التي تستهدف المتسببين وضحايا حوادث المرور يمكن تحقيق الهدف للحد من هذه المخاطر التي تسببها خاصة الدرجات النارية في الصيفة ندت فكرية حول ظاهرة عزوف اليافعين عن المطالعة أسبابها وحلولها انتظمت على هميشي معرض الكتاب الصيفي الوطني بالقيروانة حضرها متفقدون تعليم ثانوي وابتدائي ومربون ومهتمون بشؤون التربية والتعليم مثلت سبل ترغيب اليافعين في المطالعة والاستفادة في ذلك من الوسائل الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي محور الندوة الفكرية التي انتظمت تحت عنوان عزوف اليافعين عن المطالعة وذلك ضمن دورة التاسعة والعشرين للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بالقيروان كتاب هو في فترة تنافس شديد مع وسائل تكنولوجيا الحديث لكن دورنا وقدرنا يجبنا نناضي من أجل رد الاعتبار للمكتبة تحفيز القارة تحفيز التفل ومنشدوها للمكتبة الزومة التربوية والثقافية يجب أن تنتهج نهجا قويما من أجل إضفاء المعنى على الكتاب وعلى فعل المطالعة هذه الندوة التي صلتت الأضواء على أسباب عزوف اليافعين عن المطالعة طرحت جملة من الحلول لتحفيز هذه الشريحة على القراءة نظرا لأهمية الكتاب في مجابهة السلقيات السلبية الناجمة عن سوء استغلال وسائل التواصل الحديثة كسر هذه الجدران بين الوزارات بين وزارة الثقافة ووزارة التربية ووزارة المرأة وأذهب حتى أبعد من ذلك إلى وزارة الصناعة لأن الجميع عبر الكتاب نستطيع أن نصل إلى الحلول ثم رسالة إلى وزارة التربية وزارة التربية عليها أن تتدارك وضعها وأن تلحق بركب اليافعين والأطفال والشباب الذين يستعملون كثيرا وسائل الاتصال الحديثة فتجعل صفحات رسمية مدعمة ورغم أهمية الندوة إلا أنها شاهدت غياب الطرف المستفيد من الموضوع وذلك يعود بالأساس إلى تزمنها مع العطلة الصيفية واهتمام الأطفال والناشئة بالمصيف والترفيه في طار الأنشطة التي تنافذها جمعيات ولاية جابس تم تنظيم نشاط تربوي بشاطئ تبلبو لفائدة متساكنيات جهة تضمن برنامجه فقرات متنوعة منها التربوي والترفيهي عدا ورشات للرسم أشواء وصفت بالممتعة عاشا على وقعها شاطئ مدينة تبلبو بيكابس الذي يحتضن تظاهرة ثقافية من تنظيم جمعية العين للتواصل الثقافية بتبلبو الهدف الأساسي هي جمعية ثقافية تربوية فنية هدفنا الأساسي هو تنشيط المشهد الثقافي في المنطقة أساسا من تقبل بلدية تبلبو هكذا لماذا نقوم في العادة من نشاطات وصل العام النشاط الصيفي خيرنا أن نقوم به في البحر خاطر تبلبو بيش معروفة معروفة بالبحر وبالواحة ويلاد قابس في عام ذوك حاولنا أن نكونوا معنا قرابة لعبات لا جواب فما ولاد صغار دي جاو بلاد صغيرة دي جوجوا نشطوا معنا دي جا لعبناهم معنا الصباح فرحنا بهم وقصرنا شي معاهم عادي دي جا هذا وجلنا أن نستقبل ونفرح بناس الكل الموسيقى الإفريقية موسيقى الراب ومسابقات مختلفة أدخلت حركية على الشاطئ وصنات أجواء تنافسية خاطر نحن محتاجين أنشطة زيكة بش تنشط الحركة في بحر كبير أنشطة بحرية رسم بناء قصور عشاط وتهدف التطاهرة لتنشيط الحياة الشاطئية والتعريف أكثر بشاطئ مدينة تبربو بسهرة ذات خصوصية غنت فيها الفنانة المصرية شيرين عبدالوهابة أصدل السيطار البارحة على دورة السادسة والخمسين من مهرجان قرطاجة دولية في حفل ينظموا ضمن برنامج السنة الثقافية تونسية المصرية 21-22-22-2000 حضارته وزيرة شؤون الثقافية حيات قطاط الجرمازي وجماهير عريضة فاق طاقة استيعاب المسرح الرومانية الذي يتسع لعشرة آلاف متفرش المطربة العائدة إلى الساحة بعد أزمة شكرت الجمهورة التونسية واقرت عن امتنانها الكبير له ولكل من سندها في ظروفها الصعبة في حركة اعتراف للحاضرين بدورهم الكبير في إنجاح الحفل وقد صدحوا عاليا مرددين أغانيها بل وعلت أصواتهم على صوتها في أغلب ردهات السهرة ليتفاجأ عدد كبير منهم بانتهاء الحفل بعد ساعة ونصف فقط أي قبل نصف ساعة من الموعد المعهود مع غير شيرين من الفنانين الذين تداولوا على مصرح قرطاجة نهاية الموعد الإخباري مشاهدين الكرام نلتقيكم في موعد إخبارية قادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة